السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم من الوحدة الأولى الأرض من حولي الوطن العربي الموقع والخصائص الطبيعية الجزء الخامس في البداية عزيز الطالب الأهداف حيث يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا أن يعدد موارد المياه في الوطن العربي ثانيا أن يفسر اتجاه دول الوطن العربي لتحلية مياه البحر في البداية عزيز الطالب قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم الماء هو سر الوجود وهو عنصر أساسي لحياة جميع الكائنات الحية على سطح الأرض وسوف نتعرف في درسنا لهذا اليوم عن أهم الموارد المائية في الوطن العربي والآن عزيز الطالب الهدف الأول أن يعدد موارد المياه في الوطن العربي أولا أحسنت مياه الأمطار وثانيا ممتاز مياه الأنهار وثالثا أحسنت المياه الجوفية ورابعا ممتاز مياه البحر أو المياه المحلى والآن عزيز الطالب أولا مياه الأمطار نلاحظ عزيز الطالب من خلال الخريطة التالية والتي تبين كمية الأمطار التي تتساقط على الوطن العربي أنه يندر سقوط الأمطار في الوطن العربي إلا في الأطراف الشمالية والجنوبية من الوطن العربي والآن عزيز الطالب ثانيا مياه الأنهار في البداية عزيز الطالب ما المقصود بالنهر نلاحظ من خلال الصورة التالية أنه مجرى ماء طبيعي واسع ذو ضفتين يجري فيه الماء العذب والآن عزيز الطالب نلاحظ من خلال الخريطة التالية وجود العديد من الأنهار في الوطن العربي مثل نهر دجلة ونهر الفرات ونهر العاصي ونهر الأردن ونهر النيل ونهر جوبة ونهر شبيلي وأيضا نهر أم الربيع والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة رقم 31 ثم أجب على السؤال التالي من خلال الاستعانة بالخريطة التالية والتي تبين أهم الأنهار في الوطن العربي عزيز الطالب استخرج من الخريطة السابقة أهم الأنهار في الوطن العربي أولا ممتاز نهر دجلة وثانيا أحسنت نهر الفرات وثالثا ممتاز نهر الأردن ورابعا ممتاز نهر العاصي وخامسا أحسنت نهر النيل وسادسا ممتاز نهر شبيلي وسابعا أحسنت نهر جوبة وثامنا أحسنت نهر أم الربيع والآن عزيز الطالب ثالثا المياه الجوفية عزيز الطالب ما المقصود بالمياه الجوفية؟ أحسنت هي المياه التي تظهر من باطن الأرض بأشكال مختلفة والمياه الجوفية عزيز الطالب نوعان أولا أحسنت الآبار الجوفية وثانيا ممتاز العيون وتنتشر المياه الجوفية في مناطق الروضات والواحات وهي تساعد على استقرار السكان والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة رقم 32 ثم أجب على السؤال التالي عزيز الطالب ما هي أشهر الروضات في دولة قطر؟ أحسنت روضة راشد والآن عزيز الطالب الهدف الثاني أن يفسر اتجاه دول الوطن العربي لتحلية مياه البحر والآن عزيز الطالب رابعا مياه البحر أو المياه المحلى عزيز الطالب ما المقصود بالمياه المحلى؟ أحسنت هي تحويل مياه البحار المالحة إلى مياه عذبة صالحة للاستخدام والآن عزيز الطالب ما هي أسباب تحلية مياه البحر؟ أولا أحسنت قلة موارد المياه العذبة ثانيا ممتاز زيادة عدد السكان ثالثا أحسنت وفرة مصادر الطاقة لتشغيل محطات التحلية والآن عزيز الطالب محطات التحلية في الوطن العربي عزيز الطالب ما هي أهم محطات التحلية في الوطن العربي؟ أولا أولا ممتاز ممتاز محطة رأس أبو فنتاس في دولة قطر ثانيا أحسنت محطة صحار في سلطنة عمان ثالثا أحسنت محطة الأحمد في دولة الكويت والآن عزيز الطالب هيا بنا لنتعلم القيمة التالية ترشيد استهلاك المياه وأن أحافظ عليها فهي أساس الحياة والآن عزيز الطالب أجب على السؤال التالي بما تفسر اتجاه دول الوطن العربي لتحلية مياه البحر أولا أحسنت قلة موارد المياه العذبة ثانيا ممتاز زيادة عدد السكان ثالثا أحسنت وفرة مصادر الطاقة لتشغيل محطات التحلية والآن عزيز الطالب لقد تحدثنا في درسنا لهذا اليوم عن موارد المياه في الوطن العربي وهي أولا مياه الأمطار ثانيا مياه الأنهار ومن الأمثلة على مياه الأنهار في الوطن العربي نهر النيل ونهر جوبة ونهر دجلة ثالثا المياه الجوفية وتنقسم إلى قسمين أولا الآبار الجوفية وثانيا العيون ورابعا مياه البحر أو المياه المحلّة ومن الأسباب التي أدت إلى اتجاه دول الوطن العربي لتحلية مياه البحر أولا قلة موارد المياه العذبة وزيادة عدد السكان وغفرة مصادر الطاقة والآن عزيز الطالب أجب على الأسئلة التالية أولا تعد محطة رأس أبو فنطاس من محطات التحلية في دولة أحسنت في دولة قطر ثانيا عدد أهم الأنهار في الوطن العربي أولا أحسنت نهر النيل ثانيا ممتاز نهر دجلة ثالثا أحسنت نهر الفرات ورابعا أحسنت نهر شبيلي أعزاء الطلاب من خلال تطبيق ماكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم وبذلك أعزاء الطلاب يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا